استعراض IMFX نود أن نعرفكم خلال هذه الحلقة من استعراضاتنا التعليمية والتحليلية على شركة IMFX التي تعمل كوسيط في سوق الفوركس هذه الشركة تعمل ناشطة في مجال توفير السيولة لتقديم الخدمات المالية وهي تأسست عام 2009 هذه هي الصفحة الرئيسية لموقع الشركة الإلكتروني كما تلاحظون فإنها مليئة بالمعلومات وهنا بعض الميزات التي تمتلكها الشركة حسابات STP وDMA فضلا عن تمتعها بخدمات مالية رائعة كما تلاحظون في هذه الصفحة تقدم منصات التداول الرائعة كما أن فوارق الأسعار للتعامل فيما بين المصارف ضئيلة جدا حسابات أرصدت حسابات الزبائن تودع في حسابات منفصلة عن الشركة هذه الشركة تتمتع بترخيص العمل من قبل سلطة السلوك المالي في جزر فيرجين البريطانية وهناك ميزات أخرى يتسنى لكم أن تلقوا نظرة عليها من قلال تصفح موقع الشركة هنا كما تلاحظون منصات التداول العائدة إلى الشركة متا تريدر فور وهي أكثر منصات التداول شعبية في أوساط المتداولين في أنحاء العالم هذه المنصة معدة للعمل عبر أجهزة الكمبيوتر فضلا عن الهواتف الجوالة هنا هذه المنصة كما تلاحظون هنا للكمبيوتر على سبيل المثال وهنا لأجهزة الهواتف الخليوية هذه الصفحة تختص بتعريفكم على أنواع حسابات التداول المعتمدة لدى الشركة كما تلاحظون أربعة أنواع من الحسابات Premium Account والحد الأدنى للإيداع بغية فتح هذا الحساب عبارة عن 500 دولار أمريكي هنا حساب آخر Supercore Account والحد الأدنى للإيداع عبارة عن 2500 دولار أمريكي وأما حساب Black Mamba 10 ألف دولار وحساب Ultra فإن فتح هذا الحساب مرهون بدفع مبلغ قدره 500 ألف دولار أمريكي نتحول إلى صفحة أخرى حيث تقدم معلومات فيما يتعلق بأسلوب VPS كما تلاحظون إن الشركة تقدم خدمات وهي موثوق بها وهذه الخدمة يمكن الوصول إليها من خلال الهاتف الجوال أيضاً هنا هذه الصفحة مختصة بتعريف زوار الموقع على آلية التداول أو بالأحرى منصة التداول الآلي هذه الصفحة كما تلاحظون مختصة بتعريفكم على أساليب السحب والإيداع المعتمدة لدى الشركة كما تشاهدون بطاقات الإئتمان Visa Card وكذلك Master Card تحويلات مصرفية هنا عملات إلكترونية متعددة في هذه الصفحة يتسنى لكم أن تحصلوا على مزيداً من المعلومات فيما يتعلق بالمسابقات والعروض المربحة الخاصة التي تقدمها الشركة وأما الصفحة الأخيرة فهي تتضمن معلومات الاتصال بالشركة كما تلاحظون عنوين مكاتب الشركة في أنحاء العالم عنما المملكة المتحدة وكذلك أستراليا عنوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف العائدة إلى الشركة اشتركوا في القناة